الحلقة الأولى اللغة العربية الصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الثاني وحدة وطننا الدرس الرابع حرف الفائي وحرف الألف أولاً الاستماع أتهيأ للإستماع أتهيأ للإستماع لنتأمل الصورة بانتباه ماذا أرى في الصورة؟ أرى في الصورة باسم وبدر ورحاب في غرفة الجلوس وأمامهم الأعلام والبالونات أرى في الصورة باسم وبدر ورحاب في غرفة الجلوس وأمامهم الأعلام والبالونات يضعونها في الصندوق ماذا يفعل باسم؟ أحسنتم باسم يضع الأعلام الأعلام في الصندوق ماذا تفعل رحاب؟ رحاب تنفخ البالونات وتضعها في الصندوق أتوقع المناسبة التي يستعد لها الأطفال؟ أحسنتم يا أبنائي المناسبة التي يستعد لها الأطفال الاحتفال بالعيد الوطني أحسنتم يا أبنائي سنعرف أحداث القصة بعد أن نستمع إلى نص جميل ثانيا أستمع إلى النص بانتباه الآن لننتبه جيدا لأننا سنستمع إلى النص ثم نجيب عن أسئلته بعد قليل ستستمعون إلى النص للمرة الأولى لنستمع معا إلى النص الاستعداد للاحتفال حل يوم الاحتفال الكبير بالعيد الوطني في حلبة البحرين قال الأب جابر هيا يا أبنائي نستعد للذهاب إلى الحلبة لنحضر الاحتفال بالعيد الوطني المجيد لبس الأب جابر وبدر وباسم ثيابا جميلة ولبست الأم بدور ورحاب الملابس الشعبية الزاهية ثم ركب الجميع السيارة وهم يرفعون الأعلام والأشرطة والبالونات البيضاء والحمراء بعد قليل ستستمعون إلى النص مرة ثانية لنستمع إلى النص مرة أخرى الاستعداد للاحتفال حل يوم الاحتفال الكبير بالعيد الوطني في حلبة البحرين قال الأب جابر هيا يا أبنائي نستعد للذهاب إلى الحلبة لنحضر الاحتفال بالعيد الوطني المجيد لبس الأب جابر وبدر وباسم ثيابا جميلة ولبست الأم بدور ورحاب الملابس الشعبية الزاهية ثم ركب الجميع السيارة وهم يرفعون الأعلام والأشرطة والبالونات البيضاء والحمراء التدريب الأول أضع دائرة حول العبارة المناسبة يقام الاحتفال بالعيد الوطني في ملعب الحي حلبة البحرين ملعب الحي حلبة البحرين أين يقام الاحتفال بالعيد الوطني؟ هل يقام الاحتفال في ملعب الحي أم في حلبة البحرين؟ أحسنتم يا أبنائي إجابتكم صحيحة يقام الاحتفال بالعيد الوطني في حلبة البحرين ألوان البالونات التي رفعها أفراد الأسرة صفراء وحمراء بيضاء وحمراء صفراء وحمراء بيضاء وحمراء ما ألوان البالونات التي رفعها أفراد الأسرة؟ هل هي صفراء وحمراء أم بيضاء وحمراء؟ ممتاز ألوان البالونات التي رفعها أفراد الأسرة بيضاء وحمراء أستمع ثم أجيب الاستعداد للاحتفال حل يوم الاحتفال الكبير بالعيد الوطني في حلبة البحرين قال الأب جابر هيا يا أبنائي نستعد للذهاب إلى الحلبة لنحضر الاحتفال بالعيد الوطني المجيد لبس الأب جابر وبدر وباسم ثيابا جميلة ولبست الأم بدور ورحاب الملابس الشعبية الزاهية ثم ركب الجميع السيارة وهم يرفعون الأعلام والأشريطة والبالونات البيضاء والحمراء التدريب الثاني أصل القول بصاحبه هيا يا أبنائي نستعد للذهاب إلى الحلبة الأم بدور الأب جابر من قائل عبارتي هيا يا أبنائي نستعد للذهاب إلى الحلبة بارك الله فيكم قائل عبارتي هيا يا أبنائي نستعد للذهاب إلى الحلبة الأب جابر أستمع ثم أجيب الاستعداد للاحتفال حل يوم الاحتفال الكبير بالعيد الوطني في حلبة البحرين قال الأب جابر هيا يا أبنائي نستعد للذهاب إلى الحلبة لنحضر الاحتفال بالعيد الوطني المجيد لبس الأب جابر وبدر وباسم ثيابا جميلة ولبست الأم بدور ورحاب الملابس الشعبية الزاهية ثم ركب الجميع السيارة وهم يرفعون الأعلام والأشريطة والبالونات البيضاء والحمراء التدريب الثالث أصل بما يناسب لبس الأب جابر وباسم وبدر لبست الأم بدور ورحاب الملابس الشعبية الزاهية ثيابا جميلة استمعتم للنص السابق ماذا لبس الأب جابر وباسم وبدر بارك الله فيكم نبس الأب جابر وباسم وبدر ثيابا جميلة وماذا لبست الأم بدور ورحاب أحسنتم لبست الأم بدور ورحاب الملابس الشعبية الزاهية أستمع ثم أجيب أستمع ثيابا جميلة لبست الأم بدور ورحاب الملابس الشعبية الزاهية ثم ركب الجميع السيارة وهم يرفعون الأعلام والأشريطة والبالونات البيضاء والحمراء التدريب الرابع كيف أستعد للاحتفال بالعيد الوطني المجيد كيف أستعد للاحتفال بالعيد الوطني المجيد بارك الله فيكم أستعد للاحتفال بالعيد الوطني المجيد بلبس الملابس الشعبية الوطنية وتزيين منزلنا بالأعلام أحسنتم يا أبنائي لقد استمعنا اليوم إلى نص جميل وسنستمع في الدروس القادمة إلى قصص شائقة فإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته